موسيقى طلبتي طلبة الصف السادس الإعدادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبر فضائية العراق التربوية لنقدم لكم درسا من دروس اللغة العربية درسنا هو الجزء الثالث من اسلوب النداء توقفنا عند خصائص اسلوب النداء خصائص اسلوب النداء الخصيصة الأولى من هذه الخصائص قد يحذف حرف النداء إذا دل عليه سياق الكلام قد يحذف حرف النداء إذا دل عليه سياق الكلام أي في الجملة فقط المنادة كما في قوله تعالى يوسف أعرض عن هذا موطن الشاهد يوسف منادى لنداء محذوف مبني على الضم كما وضحنا في الجزء الأول وكذلك الجزء الثاني أن المنادى إذا كان على من يكون حكمه البناء وكالجملة التي جاءت في نص المطالعة أمي إنني لم أتألم كثيرا من الصفعتين أمي هو منادى لنداء محذوف يا أمي كذلك الخصيص الثانية من خصائص النداء المنادى المعرف في أهل كيف أتعامل عزيز الطالب مع المعرف في أهل من حيث النداء أتعامل أنني أستعمل وصلة لهذا النداء أو وصلة لهذا الإسم وهي أيتها للمؤنث وأيها للمذكر واضح؟ الآن سنوضح هذه الجزئية المهمة من جزئيات سلوب النداء المنادى المعرف في أهل يا أيتها المرأة قفي بسرعة أين المنادى الأصل الحقيقي؟ المرأة وهو معرف في أهل لكن لا يجوز النداء مباشرة لا يجوز أن أقول يا المرأة إذن استعمل النحات أيتها كوصلة لنداء المعرف في أهل التي تجد أن المنادى فيها معرف في أهل لا يجوز نداءه بياء مباشرة لذا جئ قبله بأيتها للتوصل إلى نداء المعرف في أهل واضح عزيز الطالب إذن المعرف في أهل إذا سئلت ما حكم المعرف في أهل من حيث النداء تفصل هذه النقطة أنه استعمل أهل اللغة أيتها للمؤنث وأيها للمذكر للوصول إلى المنادى الحقيقي وهو المعرف في أهل ومثله في حال كان المنادى مذكرا معرفا بأهل يؤتى بأيها كقوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يجينين عليهم من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرف فلا يؤذن وكان الله غفورا رحيم إلى نهاية هذه الآية موطن الشاهد يا أيها النبي من المنادى الحقيقي؟ المنادى الحقيقي النبي إذن استعمل القرآن الكريم وصلة لنداء المعرف في أهل يا أيها واضح؟ وماذا هنا يكون أيضا تحويل في العراب المنادى الأصلي يكون بدل من هذه الوصلة أو وصلة النداء والمنادى في مثل هذه الحالة لا تسبقه إلا الأدات يا أما من حيث العراب فأي وأيتها تعربان منادى مبنيا على الضم في محن نصب عزيز الطالب انتبه إلى هذه الجزء تعربان منادى مبنيا على الضم والها للتنبيه لا محل لها ويعرب الاسم الذي المعرف بأهل ويعرب الاسم المعرف بأهل بدلا إذا كان جامدا كما في قول يا أيها الرجل الرجل اسم جامد لا يؤتى منه الماضي والمضارع والأمر والمشتقات واضح؟ يا أيها الرجل واضح؟ أما إذا كان مشتقا من المشتقات فقيل يعرب نعتن واضح؟ زين الآن عزيز الطالب نرى الفوائد الثلاثة الفائدة إذا حذف حرف النداء مع لفظ الجلالة يعوض بميم مضعفة إذن الميم مضعفة أو المشددة في نهاية لفظ الجلالة اللهم هي عوض عن ياء النداء الفائدة الثانية يؤتى باسم الإشارة قبل المنادى المعرف بأهل ويعرب المنادى بدلا يا هذا الرجل ويا هذه المرأة ويا هذان الرجلان ويا هاتان المرأتان إذن الاسم المعرف بأهل الذي يؤتى بعد اسم الإشارة يكون بدل أو يعرب بدل والبدل تعرفون عزيز الطالب هو من التوابع يتبع ما قبله في أحكام الرفع والنصب وأجر وغيره الأسماء الموصولة التي هي الذي والتي واللدان هي تعامل معاملة المعرف بأل سننتقل عزيز الطالب إلى بحث عن كلمة أب وأم من حيث النداء كلمة أب وأم عند إضافتهما إلى يا المتكلم جاز في أم ما يأتي ابقى يا المتكلم يا أبي أو يا أمي إذن الحكم الأول هو ابقى يا المتكلم ويكون إعرابه منادى منصوباً وعلامة نصبه الفتحة المقدرة لإنشغال المحل بالحركة المناسبة ليا المتكلم وهي الكسرة واضح؟ ويا المتكلم ضمير متصل في محل جر بالإضافة يا أبي هنا كسرة مجانسة اليا إذن الحركة الأصلية هي مقدرة لإنشغال المحل بحركة مجانسة ليا المتكلم الحكم الثاني هو حذف يا المتكلم التعويض منها تاء أن العرب عندما يحذفون يعوضون مثلما في كلمة اللهم حذفت اليا عوضت بميم مضاعفة أو مشددة هنا عندما تحذف يا المتكلم تعوض بتاء مبنية على الكسر يا أبتي ويا أمتي وتعرب منادى مضاف منصوب وعلامة نصبي الفتحة المقدرة على ما قبل يا المتكلم التي كسرت لتدل على نيا والتاء لا محل لها من الإعراض إذن التاء مكسورة تدل على أن هناك محذوف وهو اليا الآن سننتقل إلى موضوع آخر في المنادى وهو الترخيم والترخيم لغة هو حذف الحرف الأخير القضم أو حذف الحرف الأخير من الاسم المنادى مثل فاطمة فاطم عائشة عائشة عبلة عبلة بدون تاء وحارث حار ويا جحفر يا جحفة وما إلى آخره إذن الترخيم هو حذف الحرف الأخير من المنادى وهذا يكون عزيزي الطالب انتبه في المنادى الذي يزيد أو يزاد على ثلاثة أحرف إذن المنادى المزيد على ثلاثة أحرف هو يرخم أما يا هندو لا ترخم واضح ويكون إما مبنيا على الضم في محل نصب يا فاطم إذن ما عرى فاطم مبنيا على الضم في محل نصب العراب يبقى كحاله واضح ولكن هنا الترخيم للتخفيف أو تبقى حركة الحرف الذي قبل الحرف المحذوف مثل يا مثل فاطمة 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 إذن بقيت حركة الميم المفتوحة واضح وهي لغة قيلة عنها النحات لغات من ينتظر الحرف ولغة من لا ينتظر الحرف واضح أو أن الإبقاء بالفتحة أو كذلك الضم وكذلك يبنى على الضم المقدر على الحرف المحذوف للترخيم إذن هذه عزيز الطالب جزئية مهمة جدا وهو هناك لغتان في حركة المنادة المرخم منهم من يبقى على الحرف قبل الأخير أو حركة المنادة وهو الضم هناك فائدة أيضا مهمة جدا عزيز الطالب هذه الفائدة يكثر ترخيم كلمة صاحب ولا سيما في الشعر العربي للتخفيف فيقال صاح واضح يا صاح أو صاح ويكون منادة مرخما مبنيا على الكسر منادة مرخما مبنيا على الكسر هذه أيضا جزئية عزيز الطالب مهمة جدا ما عراب كلمة صاحب في الامتحان الوزاري ما عراب كلمة صاحب تقول منادة مرخما مبنيا على الكسر مبنيا على الكسر إذن عزيز الطالب قدمنا لكم اسلوب النداء وهو اسلوب النداء عزيز الطالب من أساليب الطلب وهو الاسلوب الثاني من أساليب الطلب ودرسنا مسبقا اسلوب من أساليب الطلب وهو الاستفهام المنادة يحتمد على أدوات النداء وكذلك أنواع المنادة وهناك أبحاث في كلمة أب وأم وكذلك بالمعرف في أيل وكذلك في الترخيم إذن أعزائي طلبة الصف السادس الإعدادي شكرا لإصغائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة